المزمور المئة والسادس عشر احببت لان الرب يسمع صوتي تضرعاتي لانه امال ازنه الي فادعوه مدة حياتي اكتنفتني حبال الموت اصابتني شدائد الهاوية كابت ضيقا وحزنا وباسم الرب دعوت اه يا رب نج نفسي الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم الرب حافظ البسطاء تذللت فخلصني ارجع يا نفسي الى راحتك لان الرب قد احسن اليك لانك انقذت نفس من الموت وعين من الدمعة ورجلي من الزلق اسلك قدام الرب في ارض الاحياء امنت لذلك تكلمت انا تذللت جدا انا قلت في حيرتي كل انسان كاذب ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي كأس الخلاصي اتناول وباسم الرب ادعو اوفي نذور للرب مقابل كل شعبه عزيز في عيني الرب بي موت اتقيائه اه يا رب لاني عبدك انا عبدك ابن امتك حللت قيودي فلك اذبح ذبيحة حمد وباسم الرب ادعو اوفي نذور للرب مقابل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا اوروشالين هللويا المزمور المئة والسابع عشر سبحوا الرب يا كل الامم حمدوه يا كل الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وامانة الرب الى الدهر هللويا المزمور المئة والسامن عشر احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته ليقل اسرائيل ان الى الابد رحمته ليقل بيت هارون ان الى الابد رحمته ليقل متقور رب ان الى الابد رحمته من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحب الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان الرب لي بينا معينية وانا سأرى باعدائي الاحتماء الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان الاحتماء بالرب خير من التوكل وانا سأرى باعدائي على الرؤساء كل الامم احاط بي باسم الرب ابيدهم احاط بي واكتنفوني باسم الرب ابيدهم احاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوكي باسم الرب ابيدهم دحرتني دحورا لأسقط اما الرب فعددني قوتي وترنم الرب وقد صار لي خلاصا صوت ترنم وخلاص في خيام السديقين يمين الرب صانعة ببأس يمين الرب مرتفعة يمين الرب صانعة ببأس لا اموت بل احيا واحدث باعمال الرب تأديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني افتحوا لي ابواب البر ادخل فيها واحمد الرب هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه احمدك لانك استجبت لي وصرت لي خلاصا الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا هذا هو اليوم الذي سنعه الرب نبتهج ونفرح فيه اه يا رب خلص اه يا رب انقذ مبارك الآت باسم الرب باركناكم من بيت الرب الرب هو الله وقد انارى لنا اوثق الذبيحة بربط الى قرون المذبح اله انت فاحمدك اله فارفعك احمد الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته امثال سليمان الفصل الرابع والعشرون لا تحسد اهل الشر ولا تشتهي ان تكون معهم فان قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفتاهم تتكلم بالاذى بالحكمة يبنى البيت وبالفتنة يثبت وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة سمينة بهجة الرجل الحكيم ذو عزة وانسان المعرفة يؤيد القوة لانك بحسن التدبير تباشر حربك والخلاص بكسرة المشيرين الحكمة عالية على الاحمق عند الباب لا يفتح فمه المتفكر في عمل الشر يدعى صاحب مكايدا مقصد الحماقة خطيئة والمستهزئ رجس عند الناس إن تراخيت في يوم الضيق تضاءلت قوتك أنقذ المسوقين لا أكل عسلا فإنه طيب وشهدا فإنه حلو في حلقك فاعرف أنه هكذا تكون الحكمة لنفسك إن وجدتها فلا بد من العاقبة ورجاؤك لا يخيب لا تكمن كالشرير على مسكن الصديق ولا تخرب مقره فإن الصديق يسقط سبع مرات وينهض أما الأشرار فيعثرون بالشر لا تفرح إذا سقط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه لا يحمو غضبك بسبب الأشرار ولا تحسد الأثمة فإنه لا تكون عاقبة للشرير وسراج الأثمة ينطفئ يا بني اتق الرب والملك ولا تخالت المتقلبين فإن العطبى يقوم منهما بغتة ومن يعلم الهلاك الذي يأتي منهما هذه أيضا أقوال للحكماء محابات الوجوه في الحكم ليست بصالحة من يقول للشرير أنت صديق تلعنه الشعوب وتنقطه الأمم أما الذين يوبخونه فيسرون وتأتي عليهم بركة خير من يجاوب بكلام سديد فكأنه يقبل الشفتين هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك وبعد ذلك ابني بيتك لا تكن شاهدا على قريبك بغير سبب ولا تخادع بشفتيك لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به أرد على الإنسان ما فعله بي لقد مررت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقس العقل فإذا الشوك قد علاه كله والعوسج غطى وجهه وجداره المقام من حجارة قد انهدما ثم نظرت ووعيت في قلبي رأيت فقبلت تأذيبا قليل من النوم بعد قليل من النعاس وطي اليدين قليلا للرقادي فيأتي فقرك ساعيا وعوزك كرجل متسلح اشتركوا في القناة